تداولت وسائل الإعلام الإسرائيلية خبرا يفيد بنقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو على وجه السرعة إلى مستشفى شيبة شرق مدينة تل أبيب بعد أن أغمي عليها وفدت المصادر الإعلامية الإسرائيلية بأن نتنياهو تلقى العلاج في المنزل بعد شعوره بالدوار ولكن التقم الطب لرئيس الوزراء قرر نقله إلى مستشفى شيبة بعد تقديم العلاجة الأولية وذكرت صحيفة أكسيوس الأمريكية أن نتنياهو يشعر بالخوف من فقدان الدعم الدولي لإسرائيل في حالة تمت الهدنة وذلك حسب ما صرح به للإدارة الأمريكية نقلا عن مسؤولنا أمريكيين